إلى لبنان حيث يعتبر أرنعون فيليج نموذجاً للحياة اللبنانية الجبلية بطبيعتها ومعالمها ونشاطاتها التقليدية المتنوعة نعم هذا المكان الذي يربط الماضي بالحاضر ويعطي جرعة أمل وفرح وتسلية لكل من لا قرية له ليعيش هذه التجربة تجربة الحياة الريفية البسيطة بأدق تفاصيلها ما كتبه الأدباء والشعراء اللبنانيون حول القرية اللبنانية وجمال طبيعتها وبساطة عاداتها جسده كل من مجيد ودور حكيم في أرنعون فيليج هذه القرية النموذجية التي تحولت من منطقة مهجورة منذ الحرب العالمية الأولى إلى قرية تنبع فرحاً وجمالاً وتسلية فعلى مساحة 30 ألف متر مربع تقع أرنعون فيليج في منطقة البترون شمال لبنان وتتميز بهندستها المطابقة لمواصفات القرية اللبنانية بكل معالمها من بيوت القرميد والقناطر الحجرية وبيدر القمح والمزرعة والمساحات الخضراء التي تجذب إليها الزوار لتمضيط يوم ممتع في ربوعها أرنعون ببداية الحياة كانوا يقولوا بالبترون مثل الرائع أرنعون يعني رايح مش راجع بالحوادث كانوا يصفوا الناس على القلعة تحت وكانت معلم موت للناس لما جينا على أرنعون سار يقولوا حولوا مطرح الموت لحياة لفرح هدفنا تكون ضيعة كل حدا ما عنده ضيعة أو ضيعة اللي اشتاق لضيعته بتضيعة شو يعني؟ يعني لقينوا للطعميني؟ يعني أهلا وسهلا تفضل؟ يعني الدحكة عتم؟ يعني شو عندي بالبيت بضيفك؟ ولبيوت الضيافة في أرنعون ميزة فريدة من نوعها فبناؤها يتألف من الحجر الصخري الذي يرمز للعمارة القديمة في لبنان ويحمل في نوافذه الخشبية وقدبانه الحديدية نفحة من ماضي الزمن الجميل ما دفع بأصحاب المشروع إلى العمل على بناء المزيد منها لكثرة الطلب عليها أرنعون هويطة من أول ما بلشنا إنه كل ما يتطور الزمن نرد العالم نوره ونرد العالم على الروتس تابعون إذا بديك بقى كينة الأولوية تابعنا أنه نكون عم نشتغل على النشاطات بتذكر العالم بهوياتهم الأصلية من الطاولة لشد الحبل للنطب كيس الجوخ للحصان للحمار لكل هالقصص اللي بترجع بتردنا لورا هيدول النشاطات أول شي تميزت فيهن أرنعون وكمان بالطبيعة وبالأرشتكتور وبالهندسة عم نركز قدمة فينا على الهوية اللبنانية كلمان نجح نذكر كل لبنانة بالهوية الحلوة اللي عنده إياها تحول أرنعون فيليج إلى عنوان شهير للاحتفالات والأعراس بسبب خدمته الرائعة ولقمته الطيبة وبات يتصدر لائحة الأماكن الأكثر جذباً للمقيمين والسياح بسبب برامجه الترفيهية المنوعة ونشاطاته القروية التي تناسب الكبار والصغار كشد الحبال وركوب الحمطور ولعبة الكراسي وغيرها هل عم نشتغل على أرنعون تكون بارك يحرض شوز هذي شوز يعطوا أمل للناس جديد هل عم نحضر ميوزك الرائع للربيع والصيف إذا الله رات وعم نشتغل على ديستينيشن الأدفنتشر فاز هذا الموقع في العام 2011 بجائزة بريليونت لبانيز أوردز ضمن مهرجان المبدعين في الأعمال ويعد واحداً من معالم السياحة القروية الفريدة من نوعها في لبنان هدفه إعادتنا إلى الماضي الجميل لنعيش لحظات من الحنين والشوق والبركة التي كانت سائدة في زمن الأجداد حكاية عز هكذا يسميها أصحاب هذا المشروع حلم تحقق ليصبح واقعاً ويحيي أجواء القرية اللبنانية بتفاصيلها المنسية فيبعث في قلوب الزائرين نفحة أمل وفرح ورجاء لتلفزيون البحرين إلينة بنعم إمراد لبنان